كابتن جوهري في مناسبات كتيرة مش بس في أمم أفريقيا 98 اللي كسبناها أولا في كهس عالم إيطاليا 90 اللي روحنا له في أوقات كتير جدا كان لما بيبقى مسؤول كان بيبقى عنيد جدا في اختياراته في أوقات كتير جدا بيتهاجم وبنسمع حالة صخب عنيفة جدا ده الحاجة دي اللي قلت قال يا أرسو زحمة دلوقتي كابتن محمول جوهري لما كان بيجي ياخد لعيب منتخب كان بيحطه تحت عني 6 شهور انت دلوقتي اللعيب اللي بيلعب مباراة واحدة كويسة بياخده المنتخبت بمعنى انك انت ممكن ما تكونش لعيب عندك لعب دولي لأنه لازم الناس تعرف فيه لعب محلي وفيه لعب دولي ممكن تكون انت جامد أول في الدور بتاعك وعلى تاريخ وعلى مدار التاريخ مصر كلها فيه لعيب انت مش مقتنع بيه في المتشاطة المحلية بتلاقي في المتشاطة الدولية أفضل لعب في الملعب علشان كده بقول لك كابتنجوه لما كان يجي ياخد لعيب يحطه تحت عني 6 شهور يعني هقول لك حاجة سريعة كده كابتنجوه لما جي خدني المنتخب أول قعد بيني وبينه فتح لي كتاب كده وقال لي بص انت لعبت 16 مباراة بتاريخ 1 2 3 4 في ديئة 30 عملت ايه وفي ديئة 20 عملت ايه وفي ديئة عشان كده أنا خدتك عاوزك تعمل 1 2 3 4 تقدر تقول لي دلوقتي ممكن مين اللي بيعمل الحاجات دي ونخلي بالك اللعب المدرب اللي هو زي كابتنجوه لما حمود الجواري كل كل مثلا جيل يجي واحد زيه دي حقيقة يعني دي حقيقة يعني